هني بفضله سامير جعج عمز ما في مجال انه القوات اللبنانية تروح على تسوية جديدة مع الوزير جبران باسيل اللي حتى يعملوه رئيس جمهورية في هاي دي في شين كسر بين القوات والطيار بها الاتجاه يداما بيحولنا الطرفين انه بالقضايا الكبرى بنسقه بس هني مش الهيق ولكن قداش حزوز جبران باسيل اليوم يعني هو عم بحضر حاله وعم بقدم يعني بطل الوزير جبران باسيل يشكل اذا بدك مثل شغلة اتراكتف هيك مقبولة من عدة اطراف صارت صار بلش يصير حالي بيرفضوها اطراف عديدة مثل حزب التقدم الاشتراكي والقوات اللبنانية يمقوا يمكن بمطرح مع حركة امال بيرفضوا صاروا فكرة الوزير جبران باسيل يعني خلق نفور مع اطراف محددة انه الرئيس ميشيل عون قبل ما ينتخب كانه تقريبا ان هالاطراف رفضينه بس مش قد الوزير جبران باسيل لانه عم بيصير فيه تصادم بالمواقف وتصادم بالمواقف الشخصية بس يمكن كمان هون اهم شي مش اهم شي بس احد يعني الاهم الاطراف اللي هي كمان بيصلب القرار هني حزب الله حزب الله يعني اليوم بيخضل فرنجية يعني باسيل على فرنجية برأيك هلا يمكن الوقت بعيده بتتغير امور كتير بديك تسألي حزب الله هالشي مش تسأليني اليه ولكن الاكيد والواضح مين ما حبه او ما كرهه لجبران باسيل في كتار بيحبه كتير وكتار بيكرهه كتير ولكن الجميع اكيد خصومه او موالينه او يلي بحبه بقدروا قدر جبران باسيل على العمل ومرونته في التحرك وامساكه بعدة ملفات واطلاعه الكامل والدقيق على الملفات يعني زلمي دايناميك بيبلش منهار بعلاه بيخلص اخر شي بيدير بجبال ما بعرف شو عم بيعمل وبالنص بيعمل اجتماع مع وزير خرجية وبين اتنين يمكن يعمل لقاءات شعبية ويمكن كمان بنفس الوقت يعالج اضايا حزبية معايا يعني حكينا عن موضوع الجبل بالبداية يعني زلمي كتير اوي فعليا يعني بالشخصة كشخص اوي جدا نعم يعني سألتك على انه اهمية دايما التوافق المسيحي الدرزي يعني هون كمان في اطراف مسيحيين واحزاب مسيحية اخرى الى تقلة والى وزنة يعني مش بس طيال الوطن الحر يعني هون يقلون هن دور يلعبوه ايه طبعا في احزاب الا الدور ولكن بدك ما تنسي انه ما نتخبه وراء اصبعنا الديناميزم الدينامية اكان الوزارية او الدينامية النيابية موجودة لدى الطيار الوطن الحر عندهم تليفزيون ومسيطرين ع كذا جريدة بس التقل بالجبل بمعاطق كتير من الجبل مش كتير لقلهم يعني مش مزبوط عندهم عملك تليفزيون وعندهم عدة جرائد عندهم صفحات فيها للجرائد مسيطرين ع وسائل الالام وعندهم ازاعة وعندهم 30 نايب وعندهم 10 وزراء الال هاودي وعندهم رئيس جمهورية هاودي الال بالحجم الحياة السياسية بالجبل عندهم اربع نواب ووزيران الال هاو كمان هاودي مش الال نحن بننظر بحجم القدرة السياسية تبعهم وهونيك بنبلش نقدر نقيم وضعيتهم بس شفنا كمان يعني في وزن كبير لغيرهم يعني اكيد في وزن لغيرهم ايه بس هم يعدون الوزن الاكبر يعني يوازي يمكن يوازي؟ يعني اذا اه مين يعني بالاحزاب الاخرى يوازي؟ كنون اذا جمعتهم يعني القوات لبنانية حزب الكتائب 15 و 3 18 بس بس في شغلة انو الانتخابات صحيح هي مئياس بس مش هي 100% مئياس لانه كمان حسب قانون الانتخابات بالفاعلية السياسية يعني هيدا القانون نعمل على بالقرار السياسي وبالتشريع وبمجلس وزراء بس القانون الانتخابات ما ننسى كيف نعمل يعني بديك ما تنسي بالقدرة مع التحالف والتواصل مع الاطراف الفاعلة قديش حجمه بالتفاعل مع تيار المستقبل ومع حزب الله هيدا نتيجة التسوييل العقادة نتيجة التسوييل العقادة هنه الطرف الاولى بديك ما تنسي هل عم يعملوا صح أو عم بيغلطوا غير موضوع بس هنه بالقدرة السياسية هنه عنده القدرة السياسية الاكبر ما تنسي الوزارات يلي مسكينها وزارة الكهرباء وزارة الخارجية وزارة الاقتصاد وزارة العدل وزارة الدفاع كلها وزارات وازنة ومؤثرة وقادرة على التواصل مع المواطنين وإشباع طلباتهم استاذ ربيع الهبرلان نتقل نحن وياك شوية نحكي بالاقتصاد يعني بالأسبوع الماضي طلع تحزيرات من وكالات موديز نعم تصديف تطالب لبنان بإنه إجراء إصلاحات مالية إضافية نعم حتى وزير المال انتأدى لهالوكالات وشكت بصدقيتها نعم ونحن بعدنا يعني الموازنة ما صدرت نعم طب إلى أي مدى نحن رح نقدم الإصلاحات المطلوبة حتى في تشكيك بالأرقام إنه الأرقام المحطوطة على الوراء ممكن ما تنطبق على عرض الواقع نعم طيب شو ما وقفنا نطرين هالسادر نحن نحن أول شي كانت الأرقام صحيحة أو مش صحيحة بدنا نطبقها أو ما بدنا نطبقها نحن بدنا نتذكر أنه نحن اليوم بـ 2 تموز 2019 يعني نحن قطعنا سابع شهر الممارسة المالية على القاعدة الأثناء عشرية يعني لن نشرح للناس يلي عم بيسمعونا القاعدة الأثناء عشرية يعني شهر من 12 شهر من موازنة 2018 يلي بتعني أنه نحن مهما حققنا وفر ما صالنا سبع تشهر منصرف على موازنة قديمة كلها صرف كأنه كل الوفر صارنا صرفينه نعم صحيح هايدي أول شغلي تاني شغلي اليوم في عنا نحن مؤشرات اقتصادية مؤشرات الاقتصادية في عنا 11 مؤشر فيه لحدتها الأثناء مبين كذا واحد منهم بينت أنه نحن بتراجع كبير أبرز هايدي الأشياء مثلا رخص البناء تراجعت 32% بسنة 2018 نحن هلا في ركود عقارة هلا في ركود عقارة في انهيار في تراجع أي عقارة السيارة تراجع المبيعات 20% الاستيراد ناس واسة 7% الكهرباء لزمنا 2500 مليار صرنا صرفين حوالي حوالي مليار و300 أقرت لزمنا المال مليار و400 مليون نحن حكما ما بقى رح نقدر نتبحبح بصرف الكهرباء مثل قبل لأن الدولة بطرف عندها مصاري لتتبحبح هيدا نهيكة عن مصرف لبنان التزم بتأمين ديون الدولة ودفع معايشات الموصفين شو يعني فعليا أنا ما بدنا نتضحك عن الناس أنا بدي أحكي الحقيقة نعم أكيد فعليا مصرف لبنان قام بنيسان 2018 بدفع 500 مليون دولار عن الدولة اللبنانية اللي هو رقم كبير عم يدفعوا مصرف لبنان وهو مش شغلته يدفعوا عن وزارة المالي بشهر أيار دفع 620 مليون أنا عم بسمع أخبار على التلفزيون قام مصرف لبنان بتسديد مبلغ عندكم على صوت لبنان ما بسمع أخبار أنا عندكم على صوت لبنان أكيد بمبلغ 600 لأنه أخبار بتاخد العنجاد موضوعية وبتخبر كل شي 620 مليون مليون دولار بشهر أيار سدادا لدين الدولة اللبنانية وذلك لإظهار التزام لبنان بمجيبته لتأكيد الزام لبنان بشهر تشرين بتاني في عمنا مليار ومتين وخمسين مليون دولار وبشهر قدار 2020 عمنا مليار وثلاثم وخمسين مليون دولار هاضي من هات مصدر الأموال بتعرف هادا شو مصدره مصدر هالأموال هو أموال المدعين بالمصارف اللبناني بين الاحتياط الإلزامي وسندات الخزينة في حوالي 50 55% ما بدي أخذ دور غيري ما بعرف شي هيك من أموال المدعين بمصرف لبنان من هالمصاري عم يدفع مصرف لبنان يعني الناس هادا شي صحي نحنا وقتا بيطلع عنا تصنيف من موديز طلع CCA1 بعتقد التصنيف يلي هو تصنيف سي حذر شو يعني وقت طلع تصنيف من موديز معناتا نحنا يجب أن نأخذ العبر أجل وزير علي حسن خليل يلي يقوم بجهد مستحيل وجهد مضاعف لإنقاذ الوضع المالي نعم وهي جم موديز شكك بموديز أصلا وزارة المالية لا تفسح عن الأرقام صار لك هذا شهر وموديز عشو بتتكل على ما توفر من أرقام ومن لوم موديز قام وزير الاقتصاد شو قال بمطرح قال نحنا لنأخذ هذه كعبرة ونحنا لازم نحسن بناءا على تقرير موديز نعم بغض النظر عن هاضي كلهم هالاشياء اللي عطيتك يهون نحنا نمام وفر حققته الموازنة حجمه سبعة ونصب المية هيدا العجز ولكن هيدا العجز هيدا العجز المد هيدا التوفير وفر نحنا قدام نمو بحسب إدارة الأحصاء المركزة 0.6% النمو في لبنان في انكماش اقتصادي هائل باللبنان والانكماش الاقتصادي اللي ما يؤدي يؤدي إلى الكساد في الأسواق يؤدي إلى أقفال مصانع إلى أقفال مؤسسات إلى عدم قطبة رواتب إلى ارتفاع الشكات غير المدفوعة وبيؤدي كمان لشي خطر جدا يلي هو عدم إفاء الدائنين المدينين لصغار من المؤسسات بمجيبات من تجيها المصارف مزيد من التعصر على المصارف طيب وإزاق كل هالشي علما أنه 30% من المصارف المدينين مدينتهم المصارف للدولة لا للقطاع الخاص مما يضع المصارف بوضع حسس أه أوكي طيب إزاق كل هالواقع نعم شو عم تعمل للدولة منشوف الدولة شو عم تعمل منشوف هالموازنة بيقروا شي بالله ما أجلس الوزراء منجي على جنة المال بفيه أشي بينقضوها دعا لألك شو عم تعمل الدولة وفيه بمفس الوقت مثلا عفوا القطاعات النئبية المتقاعدين عم يرفضوا أمور يعني المسبة مكتسباتهم طيب منامنا نجيب من هالمصريات اليوم إذا وسطت الموازنة عمجلس النواب كل بنودة مش معروف شو أول شي الدولة عملت موازنة راحت عمجلس النواب للمنائش طلب منها مجلس الوزراء بحسب القبراء الاقتصاديين يحققوا وفر بالموازنة طلب شو عملوا حققوا واردات زيادة زادوا الضرائب حطوا الضرائب على الأريالة حطوا الضرائب وصلوا بدون يحطوا 2% على الاستيراد بدل ما يعملوا وفر زادوا الواردات حطوا ضرائب هلا حطوا ضرائب بقى بقى عدة بنود خلافية مثل ضربت الاستيراد 2% معلق ضربت التعوضات من العسكريين معلق قضية العسكر معلق طيب يعني مش ماشي مش رحيت العرق رحلوها رحلوها على المجلس العائق العامة مجلس النون طيب وبعدين العسكريين بيقولوا رح ننزل نسكر اليوم الكبير رح نسكر المجلس نحنا أمام مشكل يتم ترحيله إلى مشكل أكبر وإلى مشكل أكبر وإلى مشكل أكبر نحنا اليوم لكون كتير صريح معك مع اللي عم يسمعنا لأنه الناس بتحاسب نعم أمام مشكل مالي اقتصادي كبير أول بارئة أمل بتجيه هي بدء دولة الكوات بالاكتتاب بخمسمائة مليون دولار بسندات الخزينة بالأوروبوند ومعارف شو صار حتى بلشوا القطرية يكتبو مما رفع أسعار السندات ثلاثة سند ثلاثة سند الوحح صح وهذا ما سيؤدي إلى استعادة لبنان بعض من السقه لكتير الخسر يعني ما فينا إلا ما انطلنا الإنقاذ يعني إجا من بره نحنا بدنا إنقاذ خارجي وياللي معول على سادر إنه بينقذ الوضع المالي السادر هو ميلستون بلان وبعطيك خمسين مليون بتعمل هالجسر بتعمل مرحلة أولى إذا طلع مظبوط رح أعطيك ثلاثين مليون زيادة أبا هدا شي منيح بس هاك هدا شي منيح بريز ثلاثة شو صار فيه بدي أسألك ست ألان شو صار ببريز ثلاثة إجا ما أشى بريز واحد إجا إجا جزء علينا نحنا نحنا عنا مشكلة بالسيستم نحنا ما عنا مشكلة إنه وزير فاسد أو موظف فاسد نحنا مجتمع فاسد مني لإلك لمخرج للمخرج اللي موجود للنطور لا الاستاذ الجامعي لا ما بعرف مين للوزير للكل نحنا بلشت بحالي حتى ما حدا نيلومني نحنا الفكرنا فاسد نحنا النفسية بلنا سقافة سقافة لا فاسد سبب النظام الموجود عندنا التركي بكلها السياسية الاجتماعية الطائفة أنا بقلك شو سببه بقلك شو سببه ما جرى من سنة 73 لليوم بس بلشت شكل الدولة يسقط وسقط عندما أعدنا الطبقة السياسية الفاسدة جزء الفاسد مننا أتى إلى السلطة ما بدنا نعمل في طبقة فاسدة يعني ناس جايين من كوكب تاني والماس لا يعني تعال حتى الشعب اللبناني هلأ 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 اليوم 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 مش كلهم من فرق التعيينات الإدارية على بي جزء كبير مننا على شو بتقوم تعيينات الإدارية ما نعصي من المحاصصة مش على المحاصصة يعني النظام في شي مرة في شي مرة إيش شي مسؤول وقال هيدا هذا الرجل هو الشخص المناسب بالمكان المناسب وعلى أساسه أنا بدي أعمل تعيين إداري طيب بس كيف شي مرة صارت من المحاصصة نحنا إذا كل شي مقصم طائفيا منشن هك هالطائفة بدي هالأد وهالطائفة كل الصيغة غلط نحنا بلط غلط نحنا كلها الصيغة غلط بغلط طيب ممكن هالطيغة تعديلة يعني نحنا طيب لك نضل نحكي على البسات بدي رجعيك على أول حلقة لك شو صار بيك فارما التنبارح بالبساتين لك شو صار بالبساتين شو صار بالبساتين عمليا يستعيد اللبناني تاريخه المظلم والسيء ضغر رجعت مشت الحساسات الحساسات الطائفية ضغر رجعت مشت الحزبية البغيضة ضغر رجعت مشت الفناتيزم زبدك هيك التطرف والأكستريميزم نعم ضغر رجعنا استولدناهم من جديد ليش استولدناهم ليش لأنه نحنا فاسدين بأساسنا ونحنا هلقدي عندنا ولايات صغيرة وضعيفة وما بنقدر نشوف كرمال زيارة خربنا البلد أو كان يلي عامل الزيارة أو يلي موجود بأرض هيكسر ما عم بتهم حدا ولا عم بحكي مع حدا عن حدا وتحمسنا كلنا وهلأ ما يتكلتنين بيعدوا مع بعضهم محمسين وعم يحكوا ومدر شو كل شيء وكل واحد شايف معه حق نحنا فكرنا ونهجنا وكلنا نحنا خطأ بخطأ خطأ بخطأ مش رح يتغير هالبلد إلا ما نغير النهج كله يعني ما بتتعجب شوية يعني انه بعد في ناس والقناعة كلها بيتحمسوا مو بعرف يمكن اللي مرق بالحرب وشايف اللي هيدا انه بعد في ناس ممكن يتحمسوا لزعمة طواقف لا الناس بعدها بتتحمس لزعمة طواقف لا لأنه نحنا خطأ نحنا هلا نحنا مش كل العالم يلا عنديك الدولة وعم بيحكوا عالدولة ومش عشبتنا الدولة وبيسبوا الدولة وبيسبوا المسؤولين بكرة تصير انتخابات إذا ما بتجي نفس الناس إذا ما بيجوا نفس الناس وما بيروحوا بصوتوا لنفس الناس لأنه نحنا نزام طائفة نزام ملل ونزام زعمات ونزام ناس مرتبطين بناس ونزام زبائنة ونزام نحنا يعني ما يقوس منا يعني ايه طبعا انا برأيي ما قدر خلقوا قصة المجتمع المدني شو طلع من المجتمع المدني راحت الناس سوتت المجتمع المدني مرة طلعت معك انا هون اقلية قلت لي شو رأيك راح يطلعوا المجتمع المدني ما راح يطلع واحد منهم ما طلع واحد منهم ما طلع حدا من المجتمع المدني ما طلع عنا طبقة سياسية جديدة في ناس سياسيين اكيد حكما انه في سياسيين لعبين اساسيين كتير انضاف هلا اكيد في كتير انضاف ولكن في ناس بوجون مش انضاف وفي عند الكل مجموعات مش انضيفة وعند الكل في مصلحة وفي مصلحة صغيرة وفي مصلحة كبيرة وفي مصلحة وسط نحن لن نستطيع الانقضاد وقلب الواقع الا اذا غيرنا الايدوكاسيون السقافة السياسية بشكل كامل وتصير السقافة سقافة وطنية ما بقى بدي احكي درزة ومسيحة واشتراكة وطيار وطيار مستقبل الخيئ انتو لبنانية وهي دي استفيني عم تغرق فيجي وفيك وفي وبكل واحد فاسد الصالح بعزة الطالح بقوله نعم رايح هتغرق بالكل حرام رح بيروح البلد بخليفات صغيرة ودايقة وبس يروح البلد رح يأكلوا صبيعهم ندامة كلهم سوا رح يروح رح يروح على كل رح يروح على كل البلد وساعتها لا ينفع الندم ان شاء الله يعني قبل ما نوصل لها المرحلة بلك في بصيص أمل بحدا بيتطعز وصير في شي حتى نفتم هاي شوية بأمل ان شاء الله منكون عطينا نظرة سودوية لأنه بيضل في يعني مجموعات لو لا فسحة الأمل لو لا فسحة الأمل ولكن أنا عندي إيمان أنه لبنان متلطير الفيني بنرجع منقول بيرجع بينبعث من جديد لابد أنه ينبعث من جديد لابد أنه نلاقي سيغة ترضي الجميع مش على غرار تسويات الكذابة يلي صارت نحنا حلينا الحرب بتسوية إجا الاحتلال فرضا إجا دول دول فرضت حل أعوج ما قالوا طعم باتفاق الطائف لم ينفذ منه شيء نفذ يلي هن حبوه ونكب يلي ما حبوه نحنا اليوم أمام يمكن نكون قريبا قدام فرطة ذهبية لتغيير هذا الواقع ولكن الأمور معقدة إلى حد كبير إن شاء الله تتغير وتتحصل يمكن التغيير بده وقت طويل طبعا إن شاء الله بدي أشكرك أستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنون فايلز على حضورك حرقة منشاة المساة شكرا بدي أشكر زميلة جوزافي كريم كانت معكم ألان صغيب عيسى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة